ايه زيكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وحشتوني كتير جدا النهاردة هنعمل مع بعض ريفيو عن حاجة امر واخدت ترند اه وخطفا اه هي السويتي السوداني اه بصوا انا هتكلم عنه بكل صراحة انا بصوا جايبا لكم علبة مت برشمة يعني انا ما جربتهاش خالص هجربها قدامكم زي ما انتم متعودين في فيديوهات ازالة الشعر بحاول على قد ما اقدر قعد فترة كده اسيب شعر عشان اجربه معاكم على ايدي اه هنتكلم مع بعض عن كل حاجة تخصه اه بس اه اه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه مبدئيا العبوة دي ربع كيلو في منها نص بتبقى اكبر بس انا من وجهة نظري انا شايفة انها مش ربع يعني حساها اقل من ربع يعني ممكن تكون جرامات والنص كيلو هكذا انا كان عندي وبيعته اه بس اللي هو يعني حسا برضو اقل من نص كيلو للامانة اه هتكلم معاكم حاجة تانية اه سعره اه سعره عشان في ناس انا شفت بتجات عرضات ميتين وتمانين وبيتجي عرضات مئة وتسعين اسعار خزعبلية اه الربع كيلو ده اه اكتر من خمسة وتلاتين جنيه ما تدفعوش فيه من نص كيلو اكتر من خمسة واربعين جنيه ما تدفعوش فيه طيب هنجيبوه من فان هنجيبوه من مكان موصوق منه يعني هو بيتباع اونلاين وفي محلات الكوزماتيكس نجيبوه من حد موصوق منه جدا جدا ويعني في كل منتج بقولوك وهتو من حد موصوق منه عشان اه بيبقى في مضروب وحاجات زي كده انا المرة دي بأكد لكم على الحاجة دي انكم تجيبوها من حد موصوق لاني انا كسيلر شغالة ليا تمن سنين في المجال اتنصب علي جبت منها من شهر كده او اقل من شهر جبت كم ست كراتين كلهم كانوا عبارة عن مية اعمل لها كده تدلق كل اللي استلم العلبة يرجحها لي تاني ويقول لي دي مية وخسرت جامد التاجر مرضيش يرجحهم فبصوا دي يعني اهو ما بتدلقش مسكة نفسها اه طيب يقال اني من مميزاتها انها هي غرقانة بينج يعني مفيش قلم ان هي ريحتها حلوة جدا بتقلي بالمكان برضو هنفتحها ونشوف اه كمان وبتسيب ريحة حلوة في الجسم اه كمان انها فيها زيت السعد وزيت السعد ده اه يعني بيقلل نمو زهور نمو الشعر اه انا بصراحة فيه ناس استلمت مني دي وشكرت فيها جدا بتقول لنظيفة جدا مش بتحتاج انك تعملو فيها يعني بتبقى جهزة اه اه فيها بنج حلوة جدا يعني مش صعبة اه بتسيب ريحة حلوة في الجسم وكمان بتقلل زهور نمو الشعر يعني مش بيطلع بسرعة فانا بصراحة ما جربتاش ودي اول مرة اجربها وفي منها منتشر اه واللي تلاقوا عليه كده باسمه معين ما تجيبهوش ده مضروب مش اصلي اه الاصلي اللي نازل هو جاي كده من السودان يعني ما عليهوش اي تيكت ولا اي حاجة بس البطرمون عليه حفر كلام من ورا مش عارفة اي روباك اه دوتكم مش عارفة عمتا انا اخدت بالي دلوقتي من الوزن الوزن متين ميلي يعني اقل من ربع كيلو بخمسين بس هو منتشر قال انه ربعميت اه يعني نص كيلو و اه وربع كيلو فدي ما اكتب عليها متين ميلي للامانة اه النص ما اخدتش بالي بصراحة لان الكمية كلها تسلمت ما خدتش بالي فزي ما قلتلكو الاسعار الربع كيلو دي او الميتين ميلي ما تدفعوش اكتر من خمسة وتلاتين اه النص كيلو ما تدفعوش اكتر من خمسة واربعين خمسين بالكتير قوي اه في منها زي ما قلتلكو تيكيتات وحاجات زي كده ما تجيبوهاش هاتو دي وهاتوها لو لو امكن بدل ما تشتروا اونلاين روحوا هاتوها من محلات وشوفوها هي مسكة نفسها ولا سايحة ولا ايه اه بصوا انا ايديا فيها شعر بس اه مش مش شعر طويل يعني صغير فهي معروف ان السويت مش بيطلع الشعر الصغير فدي لو طلعت تبقى عزمة العزمة يعني هفتح كده ومن الرفيوهات اللي اللي جاتلي اني الحتة صغيرة بتعمل الجسم كله واو اه راحتها عارفين يا جماعة البخور اللي هو الخليجي البخور اللي هو زي المسك والحاجات دي رحته كده شايفين قوامه في زي عشاب او حاجات زي كده تراب كده من جوه اهو مش تراب يعني حاجات متفتفتة بصوا طبعا احنا عارفين ان اي سويت بيبقى جاي في كيس وفي علبة بيتهدر معظمه ده حلو انه محطوط في البطرمان فتاخدي منه الاخر حتة فمش بتتهدر اه حاجة تانية اني السويت اللي بيبقى في علبة بيبقى ناجف بتعوز تحطي له نقطتين مية وتدلكي فيه ده انا من اول ما خدت قدامكو انا ما فصلتش حاجة قدامكو خدت بكل سهولة بصوا اهي جهزة جهزة بجد طرية قوي مش سايحة طرية هجربها واقولكو رايي اه وفي حاجة برضو عيب انا بيحصل لي في اي سويت اني جسمي بيسيحه لما جربت الافوفا ما مساحتش في جسمي اه هجرب دي بصوا لونها فاتح ازاي يعني جهزة جهزة بصوا انا مليش في السويت مش بعمله غير تحت الابط يعني بستخدم شفرة فينوس فمش بعرف اخد السويت قوي بس هو مجرد بعملكو ريفيو طبعا الحاجة بتكون اسهل بعيد عن التصوير والكاميرا اه يعني انتي لو بتعملي سويت لنفسك ممكن تاخد خمس دقايق انا لو بعمل في قدام الكاميرا هاخد ساعتين تلاتة عشان باخد بالي من الكاميرا فصلت ولا لا الاضاءات فصلت ولا لا الستاند ممكن يخبط في ايدي بتاع بصوا كفاية كده انا ثواني بس اه اتخلص من دي اه اه في منديل الجنبي تمام اه بصوا الجزء اللي تعمل والباقي اليد ما تعملت شايفين تفتحت ازاي دي بتبرق بيضة 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 والجزء ده كله غامق فمن مميزاتها الاولى اللي هتكلم عنها انه هي بتفتح وديكو شايفين قدام عينيكم تاني ميزة الالم بسيط جدا مش هتحك عليكم اقول لكم هي مفيش الام وبتاع السويت يا جماعة لازم يوجع السويت بياخد الشعرية متجدر فانتي لو ما حستيش يبقى ما عندكش دم لو ما تواجعتيش بقى ما عندكش دم بس انتو عارفين ان السويت بيخليني اصرخ لو سويت عادي بيخليني بخليني اصرخ لكن ده الالم محتمل خالص 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 وهو يا كاد انه يكون مش موجود بس فيه الام موجود ميزة انو خد الشعر الصغير انا وريتكم ان دهي الشعر صغير خالص مش كبير والسويت مش بعدته ياخد الشعر الصغير بياخد الكبير بس وبنعيد عليه بالمكانة وناخد الصغير فده طلع الشعر الصغير فدي ميزة حلوة جدا 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 ميزة انو طري جدا انا ما عزتش عارفين السويت اللي بنعمله في البيت بيحجر الحاجات اللي بنشتريها من بره بتحجر بتكوناش في قوي بنحط لها مية وبنفضل تلت ساعة نودي ونجيب فيها عشان تطرى وتبقى سلسة دي حطيت صباعي كده في البوترامان طلعت بكل سهولة اشتغلت فيها طرية جدا بكل سهولة اا ميزة تانية اللونها حلو مش داكن بصوا لونها روس جولد مش داكن خالص ريحتها امر امر ايدي لحد الان ريحتها مسك بجد حلوة عمالها شمي فيها عجبتني قوي الحتة دي يعني انا شلت شعر كتير بس لسه نضيفة زي ما انتم شايفين الحتة الصغيرة انتم شايفينها دي انا ممكن اعمل بيها ايدي ورجليا اللي اتنين ما مش هتمل ما بيبانش فيها الشعر ومش عارفين اللي سويت لما بتعملي بيها بتتملي شعر لأ دي بصوا مش باين عليها خالص عجبتني قوي وميزة من المميزات انها في بوترامان فابتاخدي لحد اخر حتة مفيش هدر يعني العلبة بنجيبها بعشرة مثلا او بخمستاشر بناخد منها نصها والباقي بيروح في الكيس وبيروح في العلبة وبترمي دي اه لحد الاخر هتاخدي منها اه لانها طرية يعني مفيش حاجة هتقعد للتحت اه ميزة تانية اني في بوترامان قفلة عليها اتدلقت كده اتدلقت كده اتدلقت كده محافظوا عليها انا عندي السويت الافوفة لما بفتحها من فوق واخد حتة صغيرة واركنها كده في مكان بتتيح وبتبوز لي كل حتة في البيت بجد الدرج ببوز والستاند ببوز كل حاجة حواليها بتبوز لكن دي مميزاتها كتير بجد عجبتني جدا اللي ما جربتهاش فيتها كتير لو انت عروسة ورايح هتعملي سويت حتى لو حد هعملك اشتري له دي اشتري بطرمان واحد هتبقي فل شامعة منورة بجد بجد عجبني جدا اه اتمنى انكم تجربوه لانه حقيقي اختراع يا كوتش ما تنسوش لو الفيديو عجبكو اه تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعيلوا للجرس عشان يوصلكم كل جديد اللايك يا جماعة تشجيعكم ليا او دعموكم ليا ما تنسوش اللايك باي باي